نضم إلينا مباشرة من بيروت مراسلنا خلدون زين الدين زين الدين أهلا بك ساعات على إعلان إسرائيل مقتل الأمين العام لحزب الله الحزب أخيرا يعلن مقتل حسن نصر الله ماذا توفر من معلومات لديك حتى الآن؟ انتظرنا طويلا إعلان هذا النبأ كنا ننتظر بيان صادر عن حزب الله تأخر كثيرا الحزب في إعلان ذلك في المقابل الإعلام الإسرائيلي تحدث مبكرا عن أن عملية اغتيال نصر الله قد نجحت نحن نتحدث الآن هناك بعض المعطيات التي بدأت تردني الآن عن أن هاشم صفي الدين قد يكون هو خلفا لزعيم حزب الله حسن نصر الله إذن هذه المعلومات تصلني الآن هاشم صفي الدين قد يكون هو الأمين العام لحزب الله خلفا لنصر الله بعض المناطق اللبنانية تحديدا حيث البيئة الحاضنة لحزب الله بدأوا المواطنون بإطلاق النيران تحدث هنا عن بعلبك الضاحية الجنوبية لبيروت ولبنان حتى لا يزال تحت وقع هذه الصدمة ولكن الضاحية الجنوبية لبيروت التي عايشت أقصى وأقوى الهجمات الإسرائيلية عليها تزال تعايش ربما تدعيات هذه العمليات الإسرائيلية الكبيرة والنوعية وغير المسبوقة في تاريخ المواجهات بين إسرائيل وحزب الله الآن المرحلة مفصلية المحطة مفصلية الأمور إلى أين ستتجه قد نشهد اجتياحا بريا في أي لحظة ربما في الجنوب اللبناني هناك تطورات متسارعة جدا هناك غارات لازالت مستمرة حتى هذه اللحظة علينا أن نتابع اللحظات القليلة المقبلة طيب يعني بدأ الحديث ربما عن خليفة لحسن نصر الله بعد تأكد مقتله ما تثير هذا الأمر على بنيان حزب الله وكذلك ربما على عمليته اللاحقة في مواجهة التصعيد الإسرائيلي بعد هذه العملية نعم كما ذكرت قبل قليل هناك بعض المعطيات التي بدأت تردني عن اختيار هاشم صفي الدين هاشم صفي الدين هو قريب حسن نصر الله وقريب قاسم سليماني كذلك له الدور المحوري وأعطاه أمين عم حزب الله حسن نصر الله أدوارا ليس كل هذه الأدوار كانت معروفة لماذا هذا تعيين سريعا للقول أن حزب الله سيستمر وأن حزب الله لا يمكن أن يقضى عليه بهذا المفهوم هذه الرسالة التي يريد الحزب إيصالها إن كانت هذه المعطيات صحيحة أقول هي معلومات أولية وردتني قبل قليل ولكن في جميع الأحوال الحزب يعترف حتى أمينه العام حسن نصر الله اعترف بقسوة الضربات التي لقاها بدءا من تفجيرات البيتجر وصولا إلى اللاسلكي وصولا إلى استهداف الضحية الجنوبية لبيروت أود أن أشير هنا إلى نقطة مهمة جدا الضحية الجنوبية بعد غارة أمس التي طالت أمين عم حزب الله وقاد في فيلق القدس وقيد آخرين مجموعة من القادة لم نعرفهم جميعا بعد لغاية هذه اللحظة بعد هذه الغارة كان هناك تلسلة من الغارات أشبه بزنار نار أحاطاء الضحية الجنوبية لبيروت وأعاد تذكيرنا بحرب العام 2006 الحزب الآن لا يزال يملك ترسانة طبعا ولكن إلى أي مدى يمكن معنويا أن يبقى صامدا بهذا المفهوم الذي اعتدنا إليه أيضا بالتصعيد أيضا هذا الموضوع ربما بعض هذه الأسئلة تحتاج لبعض الوقت لنعرف نحن مسار الأمور ولكن مما لا شك فيه أن الضربات التي تلقاها الحزب هي ضربات قوية جدا وضربات متلاحقة طيب عمليات أمنية سابقة وعملية أمس كذلك برأيك هل تعتبر إسرائيل أن هذه العملية نقطة تحول في الصراع بين الجانبين أم أنها مجرد خطوة ضمن ربما استراتيجية تكون أوسع نطاقا في الأيام المقبلة تمام تزامن هذه العملية لنتذكر حصلت العملية متى عندما كان نتنياهو يتحدث في الأمم المتحدة أعطى هذا الأمر كان يتحدث عن الشرق الأوسط الشديد بهذا المفهوم الآن هذه الضربة هي ضربة ليست ضربة فقط في إطار المواجهة مع الحزب الأكثر ولا أقل إنما هناك بداية لتشكل جديد بداية لتشكل في منطقة الشرق الأوسط جديد استمعنا إلى القادة الإسرائيليين يتحدثون عن أن لبنان لا يكون وحيدا أن هناك ضربات ستتكثف على سوريا على العراق كل هذه المنطقة قد تكون منطقة تطلوها الغراط بما يعطي صورة مختلفة ونحن لاحظنا كذلك أن هناك خبر على الصلة هو قيام الحرس التوري لإيران قيام إيران بالذهب المرشد إلى مكان آمن حسبا طبعا لضربات يمكن أن تتلقاها حتى إيران إذن نحن ليست المواجهة فقط هي مواجهة مع حزب الله ولم تعد بالتأكيد مواجهة حرب إسناد كما أسمعها حزب الله منذ الثامن من أكتوبر بعيدة عملية طفان الأقصى هناك شيء كبير يتحدث ولم تكن هذه الخطوات الإسرائيلية لتتم بهذا الشكل لو لم تكن هناك إيرادة أمريكية أيضا بالذهب بهذا الإطار مهما قال الأمريكيون أنهم لم يكنوا على علم بهذه الضربات وبموعد تنفيذ هذه الضربات نحن أمام تحول لا يقتصر فقط على لبنان إنما يطال منطقة الشرق الأوسط بمجمع خالدون ماذا عن ردود الفعل حول مقتل حسن نصر الله وخصوصا بعد تأكيد الحزب هذا الأمر يعني ردود الفعل داخل لبنان وكذلك من الخارج على سعيد الرسمي هناك اجتماع لمجلس الوزراء اجتماع طارق سيعقد عصر هذا اليوم أما بعض المواقف التي صدرت لم يعني الآن أعلن الخبر قبل قليل حتى الآن مصدر من مواقفه عبارة عن بعض التغريدات لمن يصفون بأنهم ضمن محور الممانعة يشيدون بقيادة زعيم حزب الله حسن نصر الله وبأن هذه المسيرة ستستمر نحو القدس وغير ذلك ولكن رسميا في لبنان لم تصدر بعض مواقف بانتظار القليل من الوقت ربما لأننا كما ذكرنا لبنان تحت وقع هذه الصدمة لم نكن نتخيل بأن اسرائيل ستذهب إلى هذه الحدود وستتخطى كل الخطوط الحمر لم يعود هناك حديث عن خطوط حمر يد اسرائيل يبدو كما قال بن يمين التنياهو طويلة وتستطيع أن تضرب في كل مكان من بيروت مرسلنا خلدون زين الدين شكرا لك على هذه المشاركة